قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياو قال إن إسرائيل ستسمح للمصلين بدخول المسجد الأقصى في القدس المحتلة وفي الأسبوع الأول من شهر رمضان بعدد مماثل لما كان عليه الحال في السنوات السابقة يأتي ذلك بعد دعوات من وزراء متشددين بحكومة الاحتلال لمنع المصلين من دخول الأقصى خلال شهر رمضان الكريم اشتركوا في القناة